بتاريخ 24-3-1441 سؤال 456 ننتبه بالله على حتى لو كانت في التجميعات موجودة ننتبه في الاختبار هل حولوها هل المختبر ممكن نقلها لنا خطأ فهنا يقول أي الجمل صحيحة أي من التالي صحيح في علامات الترقيم طيب نشوف الصحة مباشرة رقم واحد رقم واحد مات هادا سترسفول دي ات وك بعدين فاصلة سو بالطريقة هذي تكون تمام مع سو كومة سو وين هي كيقول كان يعني كان يومه جدا مجهد او متعب او ضغط يكون مضغوط في العمل ولذلك هو وين هي كيم هوم فاصلة ايضا هل لم يريد انتهاء جملة وين بعد انتهاء جملة وين تكون في فاصلة هل لم يريد ان تتحدث مع شخص طيب نشوف الثانية هذي هي الصحية رقم واحد نشوف الثانية مات هادا سترسفول عند عندين كومة كومة بعدين سوها قبل تحت هناك آخر شي تو اينوان سوها سمي كولون سمي كولون خطأ ما تكون بالطريقة هذي ولا تكون في آخر جمل بالطريقة هذي تو اينوان ما لها داعي أصلا رقم ثلاثة الخطأ في didn't didn't الاختصار حتى رقم اثنين نفس الشي didn't خطأ مرة تكون فيه زي الفاصلة فوق حقه الاختصار رقم اربعة مات هادا سترسفول داعي أتوارك حط النبطتين فوق بعض وهذا خطأ الموضو تكون فاصلة حلو طيب هذي السؤال 456 الصفحة اللي بعدها 457 اي من التالي علامات الترقيم فيها صحيح نفس السؤال وننتبه صحيح خطأ في علامات الترقيم هنا طلب الصح في علامات الترقيم الصح رقم اربعة عندما كنت أصغر بعد جملة وين افتر بي فور دائما نكون بعد جملة اف إذا جات في بداية الجملة بالطريقة هذي نحط بعد انتهاء جملتها فاصلة كومة في هناك عندنا في الأخير الس الملكية تكون بالطريقة هذي ما نقدر نحطها زي رقم ثلاثة بعد الاس فاصلة خطأ هذي اللي تكون لي الس الملكية الجمع هنا ما عندنا جمع راتس اللي هو الفيران تمام فعش الفيران فيكون يعني مفرد عش الفأر يعني ما يكون عش الفيران حلو فراتس تكون بالطريقة هذي فاصلة اس ملكية بعدين نست حلو 458 458 ننتبه هنا ايضا اذا كان في الاختبار يطلب الخطأ اذا كان يطلب الصح في يعني الحرف الكبير والحرف الصغير طبعا كلها واحدة يسموها رقم 4 الصحيحة ليش اول اول كلمة اول حرف فيها كان اللغة اللغة تكون اللغة الجنسية الدول العاصم تكون كلها كبتل بداية الكريمة اول حرف الكريمة اول حرف الكريمة او ار من الميدل ايست الشرق الوسط كمان تكون ميدل ايست بالطريقة هذه اي كبتل اندونيشيا ميليشيا 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 دول هذه كلها ميليشيا واندونيوسيا تمام اي 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 اسلام تكون ال اي فيها كبتل حلو فاللي فوق كلها فيها خطاء حلو لو راجعتوها تشوفون الخطاء يعني انتم في الاختبار لا تشوفون كاملة الجملة لا مو شرط شفت فيها خطاء طيب تمام ما عرفت انه مسلم مثلا انها تكون كبتل ميديل إي تمام عندي خطاء كتبها اعرف انه خلاص استبعدها مباشرة رقم اثنين خطاء خلاص استبعدها مباشرة طيب رقم ثلاثة خطاء هنا كاتب الام مباشرة استبعدها واختار الاختيار الرابع اذا تأكد انه كل كبتل فيها صحيحة 459 مباشرة كل تكون صحيحة ساوث الساوث والوست هذي التجاهات الاربع ساوث ونورث ساوث الجنوب ونورث الشمال وإيست الشرق ووسط الغرب كلها تكون سمول حلو اللي ذا كانت يعني مثلا زي مثلا اسم دولة ساوث آفريكا هنا تكون كابتل طيب كينغ فهد الكي تكون كابتل ليش لأنها مقرونة باسم علم اللي هو فهد ورود نفس الشي أيضا لأنها جات كلها تكون كابتل هذي مدينة عادية والله مدري نقلت خطاء أو شي ما دي الله أعلم المهم إنها تكون المدينة الثانية هذي كابتل أيضا او المدينة أو المنطقة أو الحي كان كبير بالحرف الكبير كابتل أربعمائة وستين الصفحة اللي بعدها عندنا عدة جمل ويجيب لي تحت أرقام ملاخبطة ونختار الترتيب الصحيح في من بين تمام فعندنا يعني الاختيار الصحيح يكون كيف عرفت يعني عندي الآن اثنين واحد ثلاثة خمسة أربعة والثانية اثنين واحد ثلاثة أربعة خمسة والثالثة ثلاثة شوف الرقم ثلاثة rub your hands together كذا rub your hands together مباشرة ما تصبح طيب أشوف الأخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبدأ من فوق ضع الصابون في يدك المبتلة اثنين turn on the fast and and your hands يعني جات يقول فوق هناك على يدك المبللة وتحت يقول and with your hands بلل يدك يعني خطط ترتيب واضح مباشرة ما بقي لي للخيار الأول والثاني اثنين واحد ثلاثة مشتركين فيها تمام يعني عندي اثنين صح turn on the fast and with your hands او او شي يفتح الصنبور او الحنفية او البزوز وبعدين بلل يديك حلو اثنين واحد واحد put soap onto your wet hands ضع الصابون على يديك المبللتين ثلاثة rub your hands يعني حركها كذا and your hands together مع بعض البعض طيب اشوف هنا اربعة خمسة او خمسة اربعة طيب اربعة rinse your hands and dry them with a towel turn on the fast طيب اربعة خمسة towel turn the fast off طيب ممكن حتى انا اشوف انه rub your hands together ايو rinse يعني اغسل يديك اربعة يعني عندنا الصح اثنين واحد ثلاثة اربعة عليه انه يقول اشوف يديك and dry them with a towel بعد ان اشوف ها بعدين اخر شي turn the fast off قفل الصمبور المياه حلو 461 جاءت انا بالطريقة هذه انا اشوف انه يقول there are buds in the human tongue في لسان الانسان يوجد زي براعم او شي زي كذا تمام يعني في زي الشعيرات يعني هذه التحس اللي في اللسان نفسها فما ادل كيف الترتيب والله في جملة ناقصة كمان فانتم في الاختبار شوفوا الترتيب الصحيح وعلمونا we use that organ نستخدم هذا العضو للكلام that هنا ذات ممكن ما هي موجودة it's up is to taste sweet and sour يعني نتذوق الحلو والمر خلاص 462 identify the incorrect underlined words of words عند الهين يقول حدد الكلمة الخاطئة والكلمات الخاطئة في هذا الجملة وحط اربعة هذه من التحليل الكتابي كل هذه السنة الان الكبتاليزيشن والترتيب الجمل كشان نكون قطعة 462 يقول حدد الخطأ في الجملة يحط لأربع خطوط تحت أربع كلمات ويقول يطلع الخطأ في الجملة طيب there are thousands of kinds of bacteria most of which is مدام قال most معظم فتكون جمعة فالخطأ عندنا is فاختار is حالو 463 identify the incorrect underlined words the Alaskan Malamute used extensively for pulling sleds هذه المالمute اللي هو الذئاب على شكل ذئاب تجر العربات هذه is closely related about related هذا هذا زي الصفة ما يجي بعده about يجي بعده related to دائما حرف الجر يجي بعده to فهين عندنا about هي الخطأ فاختار about الخطأ نقلي في السؤال identify the incorrect حدد الخطأ اللي بعده في الصفحة الثانية 464 identify the incorrect the incorrect words cartilage covers the ends of bones helps to protect the joints from wear and tear طيب هذي الجملة والله حاولت اطلع فيها خطأ ما لقيت يعني cartilage cartilage هذي المفرد و covers جائس المفرد عليها يعني ما دورت ما لقيت مشوف ان شاء الله في وقت لاحق إذا لقينا خطأ ما شوفيها خطأ وإذا ما جاءت أصلا يعني في الاختبار ما عليكم منها لا تشتتكم ولا تنتبهوا ولا تعيروا ولا هي اعتمام مجرد إن حطيناهم الله أعلم تجي ولا ما تجي لأن ما أخوذها أصلا من اختبار tofl 465 identify the incorrect underline words while his racing days طيب بين الخطأ while المفرد على طول his racing days رايرهوس كمل جملك زي ما هي الباقي كله صحيح وزي ما قلت لكم هذي أغلبها ما أخوذها من من الاختبار tofl لقيتها في اختبار tofl فإذا كانت فيها يعني شفتوها صعب عليكم أو ما جاءت في الاختبار انسوها مرة الرقم 466 landscape painting was a dominant art forms هنا forms يعني المفرد تكون formed يعني الجملة كلها في الماضي فأظن هي الخطأ لأن المفرد تكون formed مثلا يعني تكون ed في نهاية وليس forms ال a y واش أظن هي الخطأ والله تمام identify رقم 467 identify the incorrect underline words words هذا جدا مهم يجي في الاختبار ممكن young children love المفرد تكون jumping running skipping فعندنا jumping هي الخطأ المفرد هذه زي المفرد المفرد يعني موازاة تكون زي ها زي اللي بعدها تمام running skipping فاللي قبلها تكون jumping المفرد وبعد love اصلا يجي الفعل المضاف to ing يعني جوان طيب اللي بعدها 468 يجيب لي جملة walk along the road يعني حط بين وسين I saw something ويقول مثلا اختار مثلا correct the sentence تختار الصحيح من بين الخيرات أو صحح الجملة الفعل في البداية ما يجي بالطريقة هذي إذا كان فعل أمر مثلا نقول go هنا ما في عندنا أمر عندنا المفرد تكون walking يعني تكون gerund الجرند يعمل عمل الفاعل بعض الحال يعني يكون في محل فاعل في محل مفعول فيكون كالإسم walking along the road خلاص نضيف على walk الفعل 69 يجيب لجمل تمام أو السؤال خلو الخيارات اللي فوق لا تطلع في الخيرات الأربع اللي فوق نشوف السؤال We can add this phrase to which sentence ممكن نضيف هذه الجملة لأي جملة من اللي فوق طيب نشوف الجمل اللي تحت Since she is in Saudi Arabia طالما أنها في المملكة العربية السعودية نشوف الأول She asks others from where she should start تسأل الآخرين من أين تبدأ ما يعني ما تركب مع الجملة اللي قبل رقم اثنين she gathered information and started to learn تجمع معلومات وتبدأ بأن تتعلم ما لها معنى الجملة رقم ثلاثة she learned a little Arabic and came back to her country تتعلم بعضا من اللغة العربية وترجع لبلدها كمان يعني ما في سبيع طالما أن في لغة المملكة العربية السعودية تتعلم العربية وترجع بلدها رقم 4 هي المناسبة الوحيدة فقط she wants to learn Arabic طالما أنها في المملكة العربية السعودية هي تريد أن تتعلم اللغة العربية she wants to learn Arabic 470 which sentence has the correct word order أي من الجملة التالية الترتيب فيها صحيح يعني الفاعل الفاعل بطريق هذي يكون تمام فرقم 2 هي الصحيحة ليه لأن بعد الغداء بعد من انتهى الغداء غسلت الأطباق فاصلة وحطتها في الدولار فلو شفنا الأول مثلا ترتيب خطأ ميسيز ويلسون بوط ذم يعني ذم مش يعود عليه ما عندنا شي يعود عليه هذا الضمير فخطأ رقم ثلاثة ميسيز ويلسون واشت تركيب الجملة خطأ يعني بعد الغداء وجاب غسلت الأطباق فما تصبح تمام آخر واحدة مرة خطأ نشفتها مباشرة إيش اللي نشفتها ما ندري شي طيب نكمل الآن السؤال 471 هي مجهدة اليوم فاصلة ولذلك هي تريد أن تنام فعندنا هنا بالمعنى طيب لو قال واحد ممكن حق به كوز هل المعنى يستقيم لا طبعا فأقول هي مجهدة اليوم لأنها تريد أن تنام خطأ هي نتيجة والسبب فتكون بالتأتيب هذا يعني إيش اللي كان أول ولذلك تمام هي مجهدة اليوم ولذلك هي تريد فعندنا أول شي جال بعدين ولذلك نستخدم سو أما بكوز ما نستطيع نستخدمها في الجملة هذه لذا كانت الجملة الأولى لخير أتكون في البداية فأقول مثلا she wants to sleep she wants to sleep because she is tired today حلو 472 the water in the lake froze last winter هنا هذه السؤال مكرر من grammar 2 موجود فيه ف froze هذا irregular verb فعل شاذ في التصريف الثاني لا فريز ولا فريز ولا فروز حلو ولا فريز تحت تماتج باليدي لأنه فعل شاذ لازم نحفظ جدول الأفعال الشاذ زي go عندنا ونت في الماضي بعدين في التصريف الثالث gun هذا freeze froze frozen فنستخدم ليش التصريف الثاني لوجود last winter دلالة على الماضي البسيط past 470 because they had been out in the desert all day لأنهم كانوا لأنهم قد كانوا في الصحراء طول اليوم they really needed to drink some water هنا ما نقدر لنقول a water لأن water غير معدود ما نقدر نحط فيها a a تيجي للنكر المفرد المعدود فقط وعند هنا غير معدود ما نستطيع أن نستخدم ها few للمعدود القليل المعدود ما نستطيع نستخدم مني للكثير المعدود ما نستطيع نستخدمها السم تيجي مع المعدود وغير المعدود ومعناها بعض وتيجي في الجمل المثبتة والجمل عندنا مثبتة they really needed to drink some water هما حقا نحتاجوا أن يشربوا بعضا من الماء 474 Lexis cars فراغ بايا Japanese company طيب أنا الآن أشوف Lexis cars هذا اللي جاء مكان الفاعل هل يستطيع أن يفعل الفاعل هل هي Lexis cars السيارات Lexis تستطيع أن تصنع نفسها بنفسها مستحيل فخلاص هذا المفعول يعتبر كذا أعرف أنه مبني لمجهول الجملة وخاصة مع وجود باي بعدين Japanese company بواسطة وجاء بعدها الشركة اليابانية طيب فتركيب المبني المجهول في الزمن المضارع البسيط لأنها حقيقة هذه أنه سيارات Lexis تصنع بواسطة شركة يابانية فخلاص إما IZ أو R طيب هنا عندنا Lexis cars جمع فأستخدم R مباشرة لأن المضارع البسيط في المبني المجهول نستخدم إما IZ للمفرد أو R للجمع فهنا عندنا جمع نستخدم R بعدين الفعل في التصريف الثالث اللي هو made made الفعل في التصريف الثالث make make made made مهم نحفظ الفعال الشاذ عشان نعرف أشياء كثيرة في اللغة تعتمد عليها تمام 475 The three boys seems The three boys إلا أن جمع seem to go everywhere together طيب بعد seem يجي infinitive يجي two بعدين الفعل مجرد الصفحة اللي بعدها 476 مايك decided to stay at home tonight مايك decided نفس الشي على decide نفسها زي seem بعدها يجي infinitive infinitive معناها two بعدين زي الفعل مجرد 477 ما أقدر أقول لا stayed ولا stay ولا to stay 477 I don't know where my pocket is here وهذا الثاني قال here هنا which one is it يعني كانت أكثر من واحدة مثلا أكثر من محفظة موي يقول أنا ما أدري وين محفظتي حلو I don't know where my pocket is أنا لا أعلم أين محفظتي قال له هنا الثاني فراغ one is it طيب هنا يكون سؤال حلو when معناها متى what mada لو حطيت what مثلا what one is it ماذا وحدة هي ما تصبح لكن which هي الصحيح له معناها تكون which one is it أي واحدة هي 478 وننتبه على هذه اللي هي when what to which when which who هذه تستخدم كأدوات استفهام في بداية ترجل السؤال وتستخدم كضمير وصل زي ما نعرف اللي هو the man who 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 broke my bicycle الرجل الذي كسر دراجتي مثلا هنا جات هو معناها هو من لو جات كسؤال لكن جات كضمير وصل هنا في هذا الجملة اللي قلت هنا جات كضمير وصل بمعنى الذي 478 the students had been studying the first lessons الطلاب كانوا لقد كانوا يدرسون الحصص والدروس الأولى لكن but the teacher ولكن المدرس فراق study the second lesson طيب هنا وش أختار جاب اللي في الخيارات wanted to wanted wants to wanted الجملة الأولى كانت في الماضي يعني شوية معقدة الزمن هذا وما يجي في كثير كاختيارات اللي هو الزمن الماضي التام المستمر ما علنا منه المهم منه ماضي اللي هو had زايد been حلو بعدين جاء الفعل مضاف له ing ماضي تم مستمر ما علنا هم شي ماضي طيب وش اختار اختار want to في الجملة اللي بعدها مستحيل لازم الجملة تكون ماضي اللي بعدها طيب wanted من الأفعال اللي يجي بعدها infinitive يعني ما قدر أقول wanted بعدين الفعل مباشرة wanted study خطأ لازم يكون wanted to study حلو wanted ماضي وبعدها to وبعدين الفعل مجرد اللي هو focus study 479 while we were driving to boston we saw several accidents هذي القاعدة المشهورة لwin while هنا جاء while في جملة الماضي مستمر اللي هو while بعدين الفاعل بعدين where بعدين الفعل مضاف ing حلو هنا ماضي مستمر عندنا فالجملة الثانية طبعا تكون في الماضي لكن تكون في الماضي البسيط يعني جملتين في الماضي إذا جاء الفراغ في جملة الماضي البسيط اختار when إذا جاء الفراغ في جملة الماضي المستمر اختار while هنا جاب لي while خلاص ما قال لي اختار while ولا when ما قال لا قال اختار الفعل المناسب في الجملة الثانية فجاب لي where seeing half seen مضارع تام واللي قبل that ماضي مستمر فما تصلح كلها الجاب الصحيح الماضي البسيط اللي هو We saw several accidents لأن الجملة الأولى ماضي مستمر وجود ويل فيها دليل على هذا الشي طيب 480 We need some butter to make this cake طيب We need عندنا جملة مثبتة ما نقدر نستخدم أي لأنه إني تجي في الجملة المنفية حلو والسؤال Much ومني غالبا تستخدم في الجملة المنفية فما في إلا سم جملة مثبتة وعندنا butter اللي هو الزبدة هذا غير معدود السم تجي مع المعدود طبعا وغير المعدود خلاص السم هي الصحيح 481 If you قاعدة F If you فراغ me I can solve your problem problems طيب أنا أنا أشوف If you فراغ حتى لو ما عشفت الجملة الأولى جملة F أتركها أشوف الجملة الثانية طيب كان كان هذه تجي بديل حالة الأولى لقاعدة F تجي بدل will حلو وبدل will ممكن يجي can ممكن يجي must ممكن يجي should حلو اللي هي الحالة الأولى مو الحالة الصفرية الحالة الصفرية كل الطرفين يكون مضارع بسيط If you study You pass your exams إذا درست تعدي في اختبارات في امتحاناتك لكن الجملة الحالة الأولى If you study you will pass You will pass your exams بعد will جاء الفعل مجرد هذه قاعدة F الحالة الأولى لكن قاعدة F الحالة الأولى ممكن يجي في الجملة الثانية مو جملة F لا جملة F دائما تكون مضارع بسيطة فهنا الجواب teach تمام لكن أنا كيف عرفت إنها teach لأن الجملة الثانية كان أو will أو should أو may بعض الحال يكون تمام may m a y أو يكون أو يكون عندنا فعل أمر مثلا يبدأ مثلا ب don't حلو don't don't do that مثلا فعل أمر الجملة الثانية تكون بالطريقة هذه في الحالة الأولى فهنا خلاص أنا عرفت إنه كان ممكن تجي بدل will خلاص اختار في الجملة الأولى المضارع البسيطة اللي هو teach والفعل you ما أحط لها S المفرد لأن الفعل you فif you teach مباشرة حتى لو كان عندي مثلا خيار teaches خطأ ما تصلح لو أضفتها كمان كان أفضل مو مشكلة لو وجدتها خطأ تعتبر 482 when I finish school I will go shopping طيب هنا جاب لي خيارين الخيار الثاني finished when I finish طيب when هذه ممكن تجي مثل قاعدة F في الحالة الصفرية وتجي في الحالة الأولى فهنا عندنا مثل الحالة الأولى من قاعدة F اللي هو جملة when جملة F تكون مضارع بسيط والجملة الثانية تكون مستقبل باستخدام will will زائد الفعل مجرد طيب أنا أشوفها الآن is expected هذه يعني كيف يعني ممكن تكون يعني يعني لا ممكن يكون الجواب حاف مضارع تام عشان الفعل في التصريف الثالث أو تكون يعني خيارات عندي don't don't لو جاء ترجع الفعل ترجع الفعل في المصدر مجرد don't expect حلو لكن هنا أستغني يعني أستبعد أنا don't مباشرة أشوف or not خلها طيب will أشوف will will إذا جاء بعدها الفعل يجي فعل مجرد أيضا not ما تجي الحالة خلاص أنا مباشرة أعرف أن الجواب or not تمام فهين عندنا الجملة في الزمن المضارع البسيط المبني للمجهول كيف عرفت الطلاب ليس متوقع تمام غير متوقع منهم أن يكتبوا قطعة أو مقالة طويلة فهين عندنا مضارع بسيط مبني للمجهول R هذه جات دخلت معها النفي لو تدخل مع R مثلا خلنها غير منفية كيف نقول students are expected R زائد الفعل في التصريف الثالث هذا مضارع بسيط مبني للمجهول تمام فهين هنا المفعول يعني هم غير متوقع منهم تمام فR دخلت عليها النفي النت بعدين الفعل في التصريف الثالث 480 نفس الشي كمان professors الساتذة don't و didn't كلها ما تصلح أن ترجع الفعل في المصدر الفعل عندنا هنا required مضاف له ed فخلص مباشرة اختار ايش R بعدين النفي are not required to explain more than six hours يعني الأساتذة ليس مطلوبا منهم حتى ممكن تكون كصيفة يعني ما هو شرط يعني بس مو مشكلة انتو خلوها كأنها هي قاعدة هيش المبني المجهول في المضارع البسيط لأن هذه حقيقة ليس متوقع منهم ليس مطلوب منهم أن يشرحوا أكثر من ست ساعات فهذه زي الحقيقة نستخدم فيها المضارع البسيط 485 when you leave for هذه جاتيني الجملة كان هناك when you leave for the party today الحفلة معروفة فما استطيع أن نستخدم لا اي ولا آن الأرتيكلز هذه indefinite articles ما استطيع أن نستخدمها اللي هي أدوات النكرة أدوات التنكير ما استطيع استخدم لا اي ولا آن لأنها نكرة عندي الحفلة معرفة اللي هو عندما تغادر للحفلة اليوم أكيد لها تكمله جملة بس ما علينا حني إلا في الفراغ اللي هو the party الحفلة الحفلة معروفة أنا أتكلم عن حفلة محددة 486 ما أدريش بداية الجملة أهم شي عندنا في هذه القاعدة واللي بعدها السؤال هذا واللي بعده جدا مهمة أن تكون اللي بعد الفعل make والفعل let يكون عندنا الفعل يجي بعدها مفعول بعدين يجي الفعل مجرد من غير two غير مسبوقا ب two يجي infinitive لكن يسموه zero infinitive أو bare infinitive ما علينا من الاسم أهم شي نعرف أنه بعد make أو let يجي infinitive لكن من غير two جدا مهم هذا الكلام الفعل هذا make و let فهنا to make them بعد make طبعا يجي مفعول ضمير مفعول زي هنا them عندنا والسؤال اللي بعده us كلها ضمائر مفعول هذي تمام؟ و جدا مهم الراجع ضمائر ضمائر الفاعل والمفعول عشان نفهم كيف الكلام يكون فهنا يقول كذا 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 المدرس مثلا and to make them ليجعلهم feel يعني ما يقدر استخدم to feel خطأ لأنه قلنا بعد make يجي المفعول بعد أن الفعل مجرد من غير to ولا أقول feels ولا feeling يجي infinitive قلنا infinitive يعني الفعل مجرد في المصر فالجواب الصحيح feel 487 كذا 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 to make us ليجعلنا ما أقدر قل to read زي ما شرحنا سابق انه بعد make يجي المفعول اللي هو us جاهنا ضمير مفعول أو to make the students مثلا ممكن يكون مو ضمير ضمير يكون اسم مفعول اسم في محل مفعول to make the students يعني يجعل الطلاب read مباشرة لا استطيع أن استخدم reading ولا is reading ولا to read حلو يسموه zero infinitive أو bare infinitive معلنا من الاسم هم شي بعد الفعلن هذه جدا مهمة مثلا نقول ما عليش اسف مثلا نقول let me مي حتى نسمعها بعض الأحيان في التلفزيون let me go ما حدي يقول let me to go let بعدين مي المفعول ضمير المفعول بعدين go مباشرة ما حدي يقول let me to go فنفسه شي على make make و let هذه جدا مهمة يجي بعدها المفعول و بعدين يجي الفعل مجرد من غير غير مسبوقا بتو اللهم صلي على محمد و كذا خلصنا الشرح شكرا 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 شكرا